بالنسبة بقى لحادث البصرة في العراق شاحنة دهست عشرين تلميذ وتم ضبط السائق وطبعا برضو كانت مأساة ان السلطات العراقية الحادث ده كان مساء امس السلساء كشفت السلطات العراقية عن مقتل ست تلميذ واصابت 14 بحادث دهست قرب مدرسة ابتدائية في شمال محافظة البصرة وزارة الداخلية اكدت القبض على المتسبة في هذا الحادث وذكرت وزارة الصحة انه على الاقل هناك ستة حالات من الوفيات ويمكن دي مشاهد برضو نشرت على المواقع اللي طبعا بعد الحادث وحاجة صعبة جدا ربنا يارب يكون فعون كل الأسر التلميذ اللي راحوا ضحية هذا الدهس عندنا كمان مالها ليلي احترق في اسطنبول وكان نتيجة الحريق 27 قتيل في اسطنبول في تركيا وكان صدرت مذكرة اعتقال بحق خمسة أشخاص وكالة الأنادول التركية نقلت عن ولاية اسطنبول ان 25 شخص لقوا ومسرعهم في هذا الحريق الذي اندلع في مالها ليلي بمنطقة باشكتاش في اسطنبول جميع الضحايا من عمال البناء المكان اللي اندلع فيه الحريق كان مالها ليلي وبرضو قناوات أجنب كونوات أمريكية وقناوات كتير نشرت هذه المشاد وأوضح وزير العدل التركي أن أوامر اعتقال صدرت بحق خمسة أشخاص وأن ثلاثة منها أولئهم أعضاء في إدارة المالها الليلي وأن أحد الأشخاص اللي صدرت بحقهم مذكرة اعتقال هو المسؤول عن عملية التجديد وأنه تقريبا كان فيه حاجة ما كانتش مظبوطة هي اللي قدت لهذا الحريق اللي أودى بحياة 25 شخص على الأقل اشتركوا في القناة